كود فوق 2 7 من تليفونك أو من اللابتوب وتكتب الكود هذا إذا عندك تليفون خلص أعمل الكيو آر كود وخلص توكل الله سهل يا صديقي شو هالكسال هذا زين هاور رقم هنا كبير ووضع يلا 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 ننجح يلا أنا جاهز والحماس وصل مليون ترا جاهزين دخلتوا كلكم ترى هذه مراجعة رح تكون للامتحانة يوم سبعة وللي امتحانة يوم تسعة إن شاء الله وبإذن الله الكل ينجح ما في امتحان أمسات إلا وحليتها وأعرف شو يجي تقريبا إلى حد كبير والحصتين اليوم رح يعطوكم فكرة كافية جدا لأنك تجاوب على كل سؤال بسهولة وتنجح دخلتوا كلكم نبدأ ياخي شو الحماس الزايد هذا نعقص شوية أستاذ أوكي أوكي يلا بسم الله بدأ بالدعوات الله يصر الأمر إن شاء الله ونجحكم الكل ويوفقكم وترى الامتحان ما هو صعب لازم الواحد يكون نفسيا مرتاح وجاهز ولا يعقد عمره وخاصة في آخر الفترة لازم نعرف دائما أن النجاح لا يأتي من الفراغ هذه الأيام المعجزات والأشياء هاي انتهى وقتها لازم الواحد يدرس ويجهز ويدرس من مصادر موثوقة وآخر مجد في الأمسات يعني يتغير دائما في تغييرات بل النجاح هو نتيجة للجهد المتواصل والعزيمة والتعلم المستمر وانتم ما شاء الله عليكم فيكم اللي عنده أسابيع فيه اللي أكثر من شهر فيه اللي شهرين فيه اللي أسبوع كل واحد وشو يعني الوقت اللي يراجع فيه وبإذن الله هالمصادر اللي راجعتوا منها خاصة اللي حلوا كل الامتحانات وحفظوها بصم واللي حلوا الريد وكذا أبشروا أبشروا بعزكم يلا هذا السلايد قديم وأتفاعل به قديم من وين سنوات بس خليتها زي ما هو نقولكم مرحبا مليون في المراجعة المراجعات ومبروك عليكم النجاح مسبقا بإذن الله وأنا أي ما أقول طيب أنا اللي على اليسار وهذا الأستاذ نصر على اليمين واليوم رحلتكم معنا رح تدوم لين الساعة التسعة يعني العشوية كلها جيب شاي واجلس جلسة حلوة ومطولين زين طيب أنا لثنين درسنا حياتنا الكل أكثر من خمس وعشرين سنة نحنا ندرس في أبو ظبي أنا درست في الجامعات والمعاهد والنموذجيات وهو بس تخصص معاهد طبعا يدرس في الأمساط من يوم ما بدأ وهو اللي مشرف على مدرسي الأمساط ويصحف الأمساط ودرسنا مع بعضنا فترة طويلة في كلية كنا نعطي دورات IELTS وتوفل وأشياء مكثفة فهذه كل الخبرات اللي جمعناها استفدنا منها أننا نعطي كورس ولا مثل كورس بإذن الله كورس النجاح المؤكد أنا رح أعطيكم الحصة الأولى هذه من الساعة خمس للست ونص رح نراجع فيها الجرامة الفوكاب الريدنج والأستاذ نصر بعدين بعد سرعة المغرب لين ساعة تسعة كل الريدنج اللي ممكن يجي ونوع الريدنج وكيف تحلوها وهلأ أشياء هذه أول شي نريكم تتعودوا على استخدام المنصة اللي هي المنتيهري دوت كوم فأدخلوا كل واحد يكتب شي بس عشان ما تكون الحصة أنك تسمع هذا يجيب لك النوم نحن عطينا معنى ثاني للدورات الأونلاين كلها تفاعلية ولكلها بالله بتشارك وتستفيد وتسجل معلومات وبالمناسبة خلي دفتر بجنبك عشان تسجل بعض النقاط المهمة لنفسك تباد معك اي اكتب الأشياء اللي تحسنت عندك هنا في الريتنج قاعد أشوف قاعد أشوف القرامة يتكرر قاعد أشوف في الحمد الله كل شي جميل جميل الريدنج الله يحفظك من شاء الله وانت محسن طلاب وتنجحوا الكل بإذن الله وهذه مهمتنا ومسؤوليتنا بإذن الله يلا نبدأ الحين ما عليكم فيها السلايدات كل مرة جي سلايد كده عشوائية ما عليكم فيها زين نبغي نعرف منك كم معدل ساعات دراستك للإنجليزي يومياً أثناء الدورة بكل صدق كنت تدرس يومياً بمعدل كم طبعاً كل واحد وفراغه وعزيمته وهمته إن شاء الله إن شاء الله هذا اللي يضرب في ستة ساعات وفوق متفوقه وقلبه نار خلاص كرح أمره ويبغي ينجح يتك من ساعة لساعتين طبعاً هذا مو اللي تحضر فيه محسسنا أنا أعطي حسستين كل يوم اللي بتزيدوه بروحكم هذا هو اللي ينفع كثير حلو من ساعتين لأربع عاشرة ما شاء الله جميل زين ما هي نسبة أملك في تحصيل درجة عالية أو أفضل من السابق صدق بعد الجهد والتعب وستة مدرسين ومنصتين وبتنية يعني أها ولا في واحد يقول نس نس هذا بذبح هذا أو ثانين فاصل واحد يقول ثاني أب 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 نس نس لا 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 ما يصير ما يصير أول شي حتى نفسياً يا أخي يخلي أملك بالله كبير واستفعل خير وصل الله أن تجيك أشياء أصلاً أنت مرجحها ليش منسكر على روحك ترى الشي اللي تخاف منه هو اللي يجيك لا تخاف من شيء قل أنا بجيني أشياء درسها وأعرفها وحلها سهل إن شاء الله لا تعقد روحك خلها قاعدة في حياتك بس ملاحظ المتأكدين بإذن الله كثير ثلاثة فاسة النص أول عليكم والمليون بالمئة هذا أضرب لك تحية أنت جميل يلا كذلك هذا السلايد هذا صار لكم سنة ضوئية الله أعلم بس بقرأة لأن فيها شيء حلوى وأكثرها من ملاحظات طلاب أعملوا الامتحان ونجحوا وإن شاء الله أنتم مثلهم بس أنا أتفائل بهم وخليهم أول شي ندخل بنية الفهم والتركيز ونحط الموبايلات على الصمت الحصة هذه وكل حصة يا أخي هالحصة هذه بتأخذ من وقتك من عمرك أركز فيها لا ترد على المسجدات تطنش الناس كل شيء ينتظر الحين هذه لك أنت عشان تنجح وتستفيد وكذلك في الجامعة بالذات في الثانوية ما علينا بس أحكي لكم اللي في الجامعة ترى الأستاذ ما بيقول لك شو تسوي أنت ولا كذا أنت لازم بروحك جاي تدرس ولا ما تدرس يعني لازم تركز وتسجل كل شيء زين اللي امتحانهم بكرة أو يوم تسعة أو اللي امتحانه في أي وقت ترى أنت مو مطالب تجيب علامة كاملة ما على بعضكم في طلاب معنا أعرف وفي يبغي يجيبوا العلامة الكاملة فأنتم لا يخذكم الكلام بس الباقي الطلاب اللي هدفه ألف ومية اللي هدفه ألف وثلاثمية اللي هدفه ألف وستمية مو مطالب عادي إنك لو ما عرفت شيء يعني ما لش بس ما تخلي فراغ جاوب لازم تجاوب زين تصفح الأسئلة بالمجموعة مو واحد بس يعني إيش يعني خلي الكمبيوتر بكرة هو اللي يمشيك من السؤال لسؤال تدخل على الريدنغ مثلا هاي بالذات تنفع في الريدنغ يعطوك خمسة ريدنغ مع بعضهم وعشر دقائق يعني مثلا السؤال اللي تخير إن السؤال اللي يقول لك true ولا force هذا رح تحتاج تقرأ كلها خلي آخر واحد لأنه يأخذ وقت بينما لو يقول لك what does this word refer to على مرة تعود هالكلمة سهل الموضوع جاوب على طول وخلاص زين هاي قلتها لا تمر للمجموع يا أخي بكرة خليك آخر واحد يطلع من الامتحان آخر واحد يعني زين جروب التليجرام بكرة إن شاء الله اللي أنا فيه الطلاب الكل موجودين رح نشارك فيه مع بعضنا شو جاء في الامتحان وإذا أنا مرات أساعد ناس مرات كذا يعني شو ما نحصل نكون كل قلوبنا على بعضنا إننا ننجح في الامتحان هذا جاني هذا جاني وأنا بساعدكم بأعطيكم الحل والأشياء هاي هذا يدل على أن النجاح عمل جماعي شوفوا عددكم الكبير ما شاء الله لازم تنجحوا بعضكم وشوفوا عددنا الكبير كمدرسين ستة مدرسين ما فيه دورة فيها كل مدرس يتخيب يتصيب هي تصيب لا ستة بحيث تلقى ليتفهم عليها وليتتبع وتستفيد وكل واحد له اسلوبه وكذا فالنجاح عمل جماعي أخيرا عندك وهاي قاعدة في حياتك في صفة عامة لا تنقص من قيمة نفسك ولا تطيح نفسك قبل الامتحان أصلا ولا تعمل سيناريوهات سيئة في الحياة أبدا أبدا لأن اللي يقعد معاك في نهاية الأمر شو تقول أنت لنفسك يعني ما تقول يعني تقول أنا والله بس زين بس مو شاطر في كذا أنت خلص أعطي دمائك إذن أن مثلا أنت ما تعرف تكتب أنت سكرت على نفسك الباب لا أقدر وشو ينقصني وتتعلم ترى ولا واحد فينا أمه ولا أبوها إنجليزي وكنا تعلمنا والقاعدة تقول إذا في واحد يقدر يسوي شيء أنا كمان أقدر أسويه أو شوي تجهد وشغل بس أخيرا فيها سلايد هذا النوم والأكل طيب على بساطة هذا ولكن والله إنه مهم يعني بعد ما تخلصوا المراجعة الليلة أنا أشوف أنه النوم خلاص اللهم الناس اللي تواصل هذيك مضحة ذاني طيب بالنسبة للنوم والأكل في ناس يدوخ يوم الامتحان خير إن شاء الله أنت ماشي تحارب أنت شو موضوعك يعني ترى امتحان لا راح ولا جاء لا تكبر الموضوع وتمشي بلا أكل يعني لا لا بالعكس بالعكس امشي كاشخ وريوك دبل وجو كحلة جو ليش أنت ماشي بتسوي شيء ما يشوفك هل تعرف الأشياء هذي ولا ما تعرفها مو زين آخر سؤال هالمقدمة عشان تهي النفسية والحين بندخل في الزبدة فشو أفضل شغلتين نسويهم لليته ويوم الامتحان ايوان اللي يطلبوا واحد مني هذيلا هذيلا ينشف وينشف هذا ما فيهم كلام ايوان مو نهاية العالم يا صديقي الحين صار الوقت أن الامتحان يكون يكون مو مهم جدا ومهم وعادي بس صراحة وبعيدة عن المزاح أنا لما كنت راجع الامتحان مثلا عليها بكر انجليزي باخذ كلمات اللست الكلمات اللي يبغي استعملها في التعبير الباقي كلها أمورة طيبة لأن القواعد وهي مو وقتها الحين ما راجعتها خلاص يا عمي يا عمي صار لك شهر ولا شعر تدرس شو اللي حين جايت راجعني في القواعد ولا خاصة اللي يبغي يفهم شغلة جديدة هذا قاعد يضر في نفسه إذا مو فهم شيء خلها برعيها أما أنك تأخذ كلمات عبارات جميلة تجهزها لبكرة وأول ما تدخل رح يعطوك ورقة سجلها هناك وحرص أنك تدخلها في مثلا عدوات الربط وغيره وكذا بدأنا الجد الحين الله الله على الجد والجد الله الله عليه يختبر الطلاب في الإمسات على قدرتهم على عيش ليش هالإمسات ومبهذرين الدنيا وهذا ليش حسب رأيكم أيها يلا التفكير النقدي والتحليل صحيح هذا هو الجواب الصحيح لكن السؤال شو هو هالتفكير النقدي والتحليل يلا خلينا نشوف بالضبط التفكير النقدي والتحليل هو الحين أنت كطالب صف 12 بعد دراسة 12 سنة هل أنت قادر على فهم المنهج تعطي حجج ووجهات نظر أو أنك لما تقرأها في ريدنج تفهمها هل أنك أنت قادر على تحديد الأفكار الرئيسية لما تشوف فقرة على شو تحكي ما طالب منك العجب كذلك تحليل النص بشكل نقدي شو يقصد الكاتب وشو الرسالة اللي بغير يوصلها فالأشياء الثلاثة هي هذه التفكير النقدي جميل الحين هذا العنوان المتعوب عليه هو لكن معلش حركات تجيب علامات هذه الأشياء أذكركم بها قبل الامتحال للنس كل تنساها وعندها قيمتها مثلا عبارات مثل not only but also so that to neither nor ليش ندرسها العبارات هذه ودائما تجي في الامتحان هي بس ليش ندرسها نحنا وكيف نستفيد منها يعني يا سلام عشان موضوع التعبير أيوه منو يزيد يوضح لي أكثر كيف نستخدمه في موضوع التعبير أيوه صحيح نستخدمها بالذات عشان نربط الجمل ترى الأشياء اللي طيح الدرجات في الرايتنج هي التكرار أو أن جمل قصيرة غير مربوطة وانتم تعرفوا الشيء هذه وتعرفوا أنواع الجمل اللي لازم يكتبها ويدور عليها المصحح أوكي جميل أشكركم الحين يلا نبدأ موضوع التعبير موضوع التعبير ايش بروحي وشي أقرى الكلمات هذه أم go holiday آه فهمت holiday تمام too too young too يعني very I am too young to go yes on holiday by myself جميل yes I am too young to go on holiday جميل نعدي الحين الريدنج أنا هذي السلايد هذك سقطة سهود مو في مكان بس معلش أنا كنت كنت أقولكم اللي حركات تجيب درجات وأقصد بها هذا الحين في الريدنج خلك ذيب ولما تشوف للفقرة بتغير نظرتك لها الحين ترى الفقرات اللي بتجيكم ما تخرج من هال الخمسة أنواع أبدا فأنت لازم تعرفها وإذا عرفت شو نوع الريدنج تعرف تجاوب سرعة وتلقي الجواب في مكانها النوع الأول بيكون تسلسل زمني بيحكي لك مثلا على كاتب أو أي شخصية ولد في مدينة كذا سافر إلى كذا سوى كذا سوى كذا مات في كذا طيب لو السؤال جاك على أين مات لماذا تقرأ من قدام أقرأ أقرأ بس آخر الفقرات كذا تربح بهالوقت طيب كيف أعرفها يا أستاذ الفقرات هذه دائما تلقى first second خلال كذلك إذا سبب ونتيجة عادة السبب يكون في أول الفقرة والنتيجة في آخرها وكذلك المشكل والحل أما الريدنج اللي يكون وصف يكون كل adjectives يصف لك حريوان يصف لك مدينة يصف لك شيفاء كثرة ال adjectives بتدل عليها حلو الحين بعد ما عرفت المعلومة هذه ما هو نوع الفقرة اللي قدامك ما تقرأ بعطيك آه هو النوع يا أما بتكون مشكل وحل يا تسلسل زمنية مقارنة أنت كيف تعرفها بدون ما تضيع وقت أبدا مفاضي أنت ترمتي حلم سات لو يعطوكم على كيفكم والوقت الناس كل تنجح بامتياز كمال نشوف الجواب أيوه ما شاء الله تبارك الله عليكم ما شاء الله أيوه كده آه النجاح يا معلو كيف والله ضربكم ما خضر بإذن الله نرجع بس للتأكيد الطالب لازم لما يقرأ يشوف هنا إذا في كبيتول لا ترى هذي اسمه ومكان وبعدين أدوات الربط شوف هنا فرست وبعدين عندك ناكست وفاينلي خلاص وضحت الموضوع وإذا قرأت الجملة الأولى زيدي وضع أكثر يقول لك هنا قررنا أن نسوي كيك أولا ثانيا ثائثا خلاص الحين لحل القراءة اعتمد لذبعك نعم اعتمد لذبعك وشوف كيف الحين القطعة هذه قدامنا وهذه من امتحان أعتقد شهر والله يمكن شهر ستة زين ترى السؤال فيه نص الإجابة وحتى أكثر شوفوا كيف يقول لك هنا how many rules of I cabana does the paragraph discuss ما علي والتكست أصلا أنا شو مطلوب مني مطلوب مني رقم يقول لك how many rules كم قاد في الفقرة تور على كلمة rules أو ما يشبهها أو رقم تيجي تقرأ تلقى there are certain rules هنا شغل الردارات بدا الشغل وبعدين تلقى one another finally يحلف وين كثير ثلاث تبقى تتأكد إذا عندك وقت أقرهم بس خلاص ويزيد يأكد لك الشيء هذا لرقام يعني هنا نستخدم system elimination واحد لا أكثر من واحد ثانين أكثر من ثانين سبعة ما في سبعة خلاص ثلاثة بالعقل يعني جميل الحين وين تحصل جواب أسهلة what's the main idea في أول الفقرة في آخر الفقرة أو في نص الفقرة أنا أنا أعطيك تقنيات أنك ما تضيع وقتك على طول الجواب تاك 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 زين الأغلبية تفوز دائما في امتحان الأمسات بنسبة 100% أنا شفتهم كلهم الريدنج تقريبا دائما في أول الفقرة بالنسبة لل لا يبهذلك في أخرها في نص ما تعرف ألي لكن في الأمسات دائما في أول الفقرة فلي يقرأ الجملة الأولى المفروض يفهم على شو تتكلم طيب إذا ما فهم يزيد يقرأ الثاني ما فهم أصلا يروح يقرأ آخر الجملة آخر جملة لأنها عادة إعادة سياغة للفكرة الرئيسية سين الحين قدامكم القطعة هذه وهذه إن شاء الله ستجيكم لأنها جاءت في امتحان آغسطس هذا آخر امتحان وبعدين معاك يا أولي زين هذه القطعة ما تقرأ ها ولا شيء لكن ها هو الخيارات هنا عندك هل نقرأ الخيارات أول أو القطعة أول طبعا اللي يقرأ الخيارات هذا إنسان ما نو يجاوب صحيان أبدا ما نقرأ الخيارات يقولك الأستاذ قال لك رجل من الأولى خلي نشوف هذا الصحيح الكلام ولا يقولك فرايدا كالو وزبور نير ميكسيكو سيتي in 1907 ولدت هالمخلوقة في مكسيك عام 1907 طيب أنا ما استفلت شيء هنا يقولك أت 18 شي كذا آلالالالالالالالا آي تو هالبربات آك الحين فهمنا اللي هي تحكي على ما بقول لكم شو بالخيارات يا ما شاء الله عليكم بسم الله ما شاء الله عيني عليكم باردة والله أيوة كذا أنت من يتبيضوا الوجه نعم تحكي على حياتها طبعا على ذكر هذا يا شباب يا شباب مهم جدا وين أنا خليني أطلع من هذا بوريكم اللي لازم تراجعوه قبل الامتحان مية بالمية هذا يعني جاء في الامتحان الأخير إيش معنى الكلام هذا يعني إمكانية كثير أنه يجيكم سبع قطاع مضمون إن شاء الله وبالجواب وبكل شيء فأنتم أتروحوا هناك وين هذا وين هذا هذا أتروحوا حسنا ما في داعي شاهدوا الريدنج في المودل في الريدنج أول قطعة في الريدنج سأفتح معنا أول قطعة في الريدنج أول تدريب اشتغل 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 يا عبي وين 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 هذا شو هذا الامتحان الحقيقية لا 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 وهذا إش امتحانة تجربية لا أي وا رح تلقو هنا أنا بري منكم إذا ما تحلوه متبص مهم بصم الأجوبة هذه واضح يلا نجي نرجع لا وين نحن نحن هنا ضيعت نحن هنا ضيعت نحن هنا لا 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 عرف نحن وين نحن هنا أي يلا شو هي وظيفة الجبنة الأخيرة في الفقرة عادة عادة شو هي وظيفتها لازم تتعلم تقرأ الفقرة الأولى السطر الأول الأخير بس يعني أركز ركز بالضبط تلخيص الأفكار الرئيسية في الفقرة بس يعني إذا ما فهمت الجبنة الأولى أقرأ الأخيرة شو أفضل استراتيجية لحل هذا النوع من السئلة لما يجيك السؤال هذا والديك رضينا عليه سهل سهل ومضمونك الجو في 100% الثنين اللي قالوا نبحث على المرادفات هذولا مطلوبين أحياء أو أمواء خمسة صار ومش الله زي لا 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 لازمك نفهم بها السياق العام تفهم السياق العام وتقرأ الجملة اللي قبلها بس بس يلا خلينا نشوف هذه الجملة جاءت في امتحان أعتقد السابقة واللي قبلها والله هذا قريب يعني ممكن تيجيكم نفسها الحين عندك القطعة هذه ويقول لك كلمة داير أي إنسان يبدأ يقرأ من هنا ويتعب في عمر هذا هذا مونا وينجح لا الدورة لكلمة داير وينها وينها داير المفروض يكتبو لكم يحب فونت كبير بس وينها ليش ما سويت هذا لني ضفت اليوم هلا أهلا 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 في آخر شي وين الدائرة أنا والله مسوي وملا بس نظارات ودني ومش لقيا كيف والله آخر سطر آيوة في الامتحان بيحطوها بالأصفر ما علينا أشكركم زين ها الكلمة هذه بتعود على إيش وبعطيكم الخيارات أول شوفوا الخيارات آه لا أقروها أول وشوفوا الكلمة هذه بتعود على إيش طيب إذا أنا ما عندي وقت وبي نربح الوقت أروح أرجع لأول النقطة من هنا هذا تمل ليش نحط نقطة بالإنجليزي لأن المعنى كتمل اللي يقرأ هذه سهل وبعدين لما تقرأ أقرأ واشرح لنفسك بشوي بشوي لا تستعجل على جوبيتر وستطر مغنياتيك فيلد نشرح حلقة من القطع تستفيدوا منها إذا شفت كلمة أورورا على طول أورورا هي ظاهرة تجي في القطب الشمالي والجنوبي أضواء جميلة جدا تسحر من خلابة وهي انعكاس لأضواء أخر وما تدري من كواكب أخرى القدماء كانوا يقولوا هذه عفاريت وجن وكذا والحين اكتشفوا اللي هي فقط أضواء من عكس من كواكب أخرى ما علينا فضل الحين هذه كلمة الذاير أولا أنا كطالب أستخدم دماغ يا أخي هاي جمع لو ألقى شي هنا مفرد ما أجاوب عليها طيب هنا ثلاثة هما جمع لكن عادة يعطيك شي مفرد ما يصير الجواب الصحيح والأغلبية دايما صح وموفقين يا شباب موفقين ما شاء الله تبارك الله عليكم أيوه أيوه يا الله which of the following is true about the three brothers هذا جاء في امتحان قبل الأخير يعني وارد جدا أن يأتيكم هذا يقول لك باختصار قصة حكاية من حكايات الكوريين هذا لا يمنو بالقصص والخرافات كثير فتقول القصة أن قبل 600 سنة الملك اسمه صعب جدا تاو يونغ ولا ماذا شو عند ثلاث أولاد أصعب أسماء على وجه الأرض ما علينا فيهم فالمهم يقول لك الصغير كان شاطر فأخوانا الكبار لثنين قالوا والله احنا بنبدأ نتصر التصرفات سيأنزع على الولد خليط ردنا وطردهم من القصر عشان أخوهم الصغير يصير هو الملك الحين شو الجواب حسب رأيكم بصم بصم في ناس تحفظ بصم ما فيه من اللي تشوف كلمة كوريا عطا على طول زين زين يا سلام عليكم يلا يبيض وجهكم يا رب ممتاز ممتاز هذا هو الجواب الصحيح أشكركم أشكركم يلا الحين كيف يحل القطعة الطويلة ترى الموضوع ما يخوف يا سلام يا سلام يا سلام عليكم ترى القطعة الطويلة الطويلة هي عبارة على بارغراف مططوها على الآخر وزادوا فصلوا بالتفصيل كل نقطة يعطوها مثال ويفصلوا بس انظروا لها بهال النظرة هاي زين الحين الكتابة الكتابة ما راح أتكلم فيها لأنكم راح تدرسوها بعدين من الأستاذ نصر نفسه اللي هو يصح في الامتحان اسمه كلامه أركزه ما هو بالطالبين منكم العجب يعني اللي تبع الخطوات يجيب العلامة الكاملة بعد لكن أنا بغير يقولكم شيء في البدي دائما بده بالجملة الرئيسية توبك سنتنس وبعدين السبوتينج دي تيل وان وثو وثري وتعطي أمثلة أنتم أضرب هذا ولكن بغير أقولكم اللي أدوات الربط مهمة جدا في إيش في الكتابة ولا في القراءة أو في الاثنين يلا أدوات الربط الحين عشرين قالوا في الكتابة وعشرين قالوا في الثنين شو استفدنا منو بيغلب واحد وعشرين وواحد وعشرين يلا لين ما واحد ينتصر اللي يقول كتابة والله صاروا الحين ثنين وعشرين ثنين وعشرين تحكزون ثلاث وعشرين يلا غلبوا جماعة الثنين والله لا غلبوا طيب الجواب الصحيح هو الثنين وهذا اللي يغيب على بعض الناس اللي ما يعرف اللي ما يعرف كل أدوات الربط ما رح يفهم القطع أبدا ففهم الروابط أدوات الربط بتخليك سهل شو صار مرات تتغير الفكرة مرات من جهة ومن جهة أخرى ترى هاي مفيدة جدا طيب شو أهم شي في الكتابة هل هي أعطاء حجج وأمثلة سلامة اللغة الإجابة على السؤال وضوح الأفكار اه حاني نسمع العراء الكل أنا شايف نتائج حصة ستان نصر جميل 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 طيب أنا بقولكم اللي الأشياء الأربعة مهمة جدا ولكن أهم شي فيها الكل هي وضوح الأفكار إذا أنت تعرف الإنجليزي وما عندك مشكلة تكتبه كذا ولكن أفكار ما هي مرتبة بالطريقة اللي يبغوها بالضابط في امتحان الأمسات لا 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 الأهمية في الكلمات الكبيرة ولا في الإيديوم طيب أشياء كلها مهمة ما أقول لا لكن وضوح الأفكار أول شي إذا أنت تقرأ كلام كله جي بس مو واضح ما استفدنا شي ضروري أنك تجاوب على السؤال وما تخرج عن الموضوع وضروري أن تكون اللغة سليمة وما فيها أخطاء وأنك تعطي أمثلة زين القوالب الجاهزة هل تنجح أو ترسب أو تضر أكثر من اللي تنفع جميل كلامكم جميل القوالب الجاهزة تضر أكثر ما تنفع نعم لكن الطالب الذكي ممكن يستفيد منها كيف أنك لما تشوف قالب فيديو ما شاء الله يشرح كيف نكتب النوعية أنت أصلا ما كان عندك فكرة فأخذت فكرة أما أنك تأخذ الجمل الجاهزة وتركبها ده نصب في نصب ولا بعيال وتنكشف من أول سطر وما يقرأ لك حتى موضوعك فلا تأخذوا شي جاهز المطلوب منك مو شي تعجيزي عارفين مستواك صفة 12 عارفين شو ممكن تكتب لا تحاول أنك تحفظ شي شي جاهز لا تحفظ أبدا وبالعكس لو أنه مثلا طالب يجيب شي جاهز من تشات جي بي تي ولا من غيره هاي سفر بدون نقاش أي شي يعني أكبر من حجمة ليش خلك طبيعي واستغمل لغتك البسيطة أدوات ربط جمل منوعة بس وجواب على السؤال هل علي كتابة عنوان للتعبير اللي قيلين طبعا هذا ما أشكركم ولا شو قاعد تكتب في جريدة في مجلة لا 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 أبدا ما هيطلب منك أبدا أنك تكتب عنوان أبدا هو ما فيه إلا موضوع واحد وعارفك شو بتكتب فما فيه داعي أبدا الحين متى نستخدم الحروف الكبيرة الحروف الكبيرة تنساها كل الناس ويظل يكتب 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 ويخسر عمره درجات سهلة جدا أنا بأعطيكم ثلاث قواعد في استخدام الكابيتول لاتر لا تتعب عمرك ولا تحفظ غيرها الحين لأنه ما عندك وقت أصل لما تبدأ الجملة بدأها بكابيتول لاتر لو كثبت اسم إنسان أو مكان بدأها بكابيتول لاتر والبروناون آي هذا لا تنسى دائما تكتبها كابيتول بس غير هذا مو مطالب أنت طيب متى نستخدم الفاصلة الفاصلة نستخدمها في يعني لو تبحث أنت في اليوتيوب ولا غيرها أو كتب القواعد لين التدوخ عشرين ألف قاعد لا 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 مطالبة بقاعدتين بس الأولى إذا كتبت لست عددت مثل ما تقول I bought apples فاصلة bananas apple and oranges أيوة استخدمها إذا استخدمت الفان بويز اللي تربط بهم الجملة اللي هي كلمة and but yet وهذه قبلها كما وهو مثال I studied hard فاصلة and I passed the exam وإن شاء الله تنشحو الكل درست بجد ونجحت طيب double أجد صوت W ما ننطقها يعني save ذو حدين إيش معنى هالكلام هذا أنا لما كنت طالب كنت تحفظ الإيديومs والحركات هذه اللي تجيب درجات هذه واستخدمها في المواضيع مثلا أعطيكم مثال الاستخدام سيف ذو حدين social media is a double-edged sword connecting people globally but also potentially harming mental health يعني صح أنها تجمع الناس من العالم الكل لكن بتأثر على الصحة العقلية لأن الإنسان يتبلد مخة من كثر ما scroll اللي بعد اللي بعد كده يلا see eye to eye إيش معنى هالي idioms رالي يستخدم الإيديوم في التعبير استخدام طبيعي وجميل oh see eye to eye يعني موافق completely تقول مثلا I see eye to eye with the idea that كذا كذا أنا موافق على الفكرة اللي هي يلا break the eyes إيش معنى break the eyes start a conversation صح break the eyes هذا هو لما أنت يقدمك إنسان أو تجلس مع إنسان لأول مرة ابتسألة كيف حاله كيف حربه كيف حال العيلة كيف الوقت كيف التقس عشان تبدأ محادثة بس so start a conversation هذه جاءت في امتحان شهر ستة أعتقد Francis to the UAE visited our school and opened the new library شو اللي ممكن شو اللي ممكن يفتتح شاي في مكتبة في مدرستنا الكلمات الأخرى كلها ما تنفع ما يجي إلا ambassador شوفوا الامبسادور أي شيء ينتهي بال OR أو ER وهو noun بيكون اسم هنا يعني سفير السفير هو اللي يفتتح hit it off هذه الكلمة جابوها مرات كثيرة فشو معناها هي idiom طبعا أيوة طيب دائما نحرس لما نتعلم كلمة أن نشوف السيلونيمز المراد فات الأربع كلمات هذه مراد فات لا hit it off نفس المعنى الكل قريبا okay hit it off يعني انسجمنا يعني جونا واحد منها كلمة get along well يعني علاقة طيبة connect instantly يعني click وإلا bond bond يعني كونا رابط بينا رابط يلا the picnic was called off due to the heavy rain what does call off mean in the sentence هذه فريز الفر على طول على طول حاضرين ما شاء الله تبرك الله عليكم صلي عنو عليكم يا رب أيوة أيوة كيف ما ننجح يا الله صلي عنو عليكم يلا I had never liked his music I had never liked I had never but he was very nice when we met لكن جوابكم كل صح admittedly لكن اعترف انو كان رجل طيب لما تقابلنا جميل admittedly اعترف جميل بابا لما كانت بابا لما كانت صغيرة شعرها كان طويل ولما كبرت بدأ شعر تخليه قصير الكلمة اللي يستخدموها الانجليزي وهي غريبة جدا كلمة wear يعني احنا الانجليزي يقولوا wear perfume, wear clothes, wear hair يعني فكلمة wear نستخدمها تخلي شعرها طويل wear perfume يحط عطور اوكي I want everyone to their ideas to the project هذه الكلمة تحبها العمسات يحبوها كثير يحبوها دائما يجيبوها اشيها الكلمة هذه كفو عليكم ايو الله كلمة contribute بس ما حد قال لي ايش معنى contribute يحبوها من احسنتي or contribution a noun what does look after hi karima phrasal verb in this sentence can you look after my dog while I'm on vacation yes take care of mashallah the train was four hours late this was hard to find and they gave it to the students in a way what do you think? what do you think? what do you think? what do you think? building sentence building and it was hard to find so I'm afraid if you come here we understand the car you say the car will last four hours and you want to wait and wait what do you do? last time the car is locked so I'm waiting so the car is locked and you going to wait the car is locked and the car is locked so it's ruined and you will see what do you think? put your car in the way طلب الذكي يستخدمها هي نفسها في التعبير إذا نعصب يعني يقولك مثلا موضوع يجي عن الزواج زمان وكذا فيقولك لا يكفي أنت تقول ومن لي زيتين بلى أنهم صغار وما راحوا للمدرسة ولا يعني تقدر تضيفها خلك ذيب ما يقوله طريق عن دون هذا المباني؟ هذه على بساطتها الفريز الورب هذه لكن جاءت في امتحانات طريق عن يجرب يلبس يشوفه يجي مقاسه والله يعني ويقولوا لي ما ينجحه ويقولوا لي مش حاضرين أعلى نمزح نحنا What does get across mean in the sentence كلمة get across في هالجملة I'm trying to get my point across but it's difficult مو شرط اللي يجاوب هذا يتبعوه ترى كل واحد يجاوب لا راحته لا تخلي حد يأثر عليك المعنى الجملة يقول لك أنا قاعد أحاول أوصل فكرتي لكن الموضوع صعب طيب هنا كيف الجواب صحيح للأغلبية طبعا ما شاء الله عليكم أني أوصل فكرتي قلناها أراد شكرا We don't know what caused the accident but we will and soon have an answer We don't know what caused the accident but we will and soon have an answer investigate We're now an investigation ساعة كم ستة العشر Okay يلا The old house fell apart أمانا فعل apart هاي فريزل صاروا يكثروا من هالفريزل فعل apart after years of neglect بعد إحمال سنوات طويلة المؤلفة لحظة تقديد خواقي لاحظة ألو سهلة ألو سهلة هاي كلها خيارات غلط لازم يقول يقول احنا ديسترويد يعني مني انا فعلا باعتني تساقط بس لا الاجوبة كلها ما حطيت الخيار الصح كلمة ديلاي هاي لازم تجي في امتحان الامسات اذا في ريدنج في سؤال في شي فلازم تعرفوها وماشاء الله تبرك الله عليكم الجواب كله صحيح ديلاي يعني يؤجل جميل كلمة بذل ما تقوله كلمة نيد وعلا كذا يخي استخدم جميلة ويعني تتطلب يعني الموضوع يتطلب هاي ممكن نستخدمها في الرايتنج يتطلبوا منا يتطلبوا الاخري الجواب هو demand لا مو سجست يا صديقي ركز معنا خلك مسحسح لو سمعت ايدا ايدا خلك اهنا demand demand يعني يتطلب وإلا نيد نفس المعنى ترى اوكي اركضوا انتبه وفي ريكوايرمنت اللي هي الناون متطلبات نجي لكلمة وين الكلمة اللي تشبهها بالضبط اهلا تقول اهلا تقول ايوه يعني توضيح يعني شرح تقريبا نفس الشي ما شاء الله عليكم نجي لكلمة شو صار شباب طيب اوهيكم شباب طيب هذا نعتدرون باي باي خذ نشوفو ترجمة نانسي قنقر